دكتور فريد الجميع ينادون ويدعون أن عندهم الحق أنا أقصد الديانات والفلاسفة وأراء كثيرة كل يدعي الحق فأنا كشخص كيف أميز الحق هذا سؤال جميل جدا في الحقيقة وأقدم لي بعض الأفكار كيف أميز أن هذا التعليم الإنجيل هو الحق أن المسيح عنده الحق هو المعلن الحق أولا عن طريق الاختبار الروحي الداخلي من يقبل المسيح مخلصا وربا على حياته ويبدأ في العلاقة الشخصية بالمسيح يشعر بسلام يشعر بإشباع روحي يزول عنه الإحساس بالخوف أو الضياع كثيرون من الناس يشعرون بالضياع أو كما نقول في العلم النفس باغتراب شخص يعيش بين أهله لكنه غريب يعيش في وطنه لكنه غريب من قبل المسيح يزول عنه هذا الشعور لا أحساس بالاغتراب لا أحساس بالتيهان لا أحساس بالضلال أيضا إجابات الأسئلة أقصد أسئلة الإنسان الكثيرة تبدأ الإجابات عليها من خلال علاقته مع شخص يسوع المسيح الحق أما في أي فلسفة أو ديانة فالأسئلة تزداد ولا إجاب مثلا ما معنى أننا عندما نسأل أحد قادة الدين في يقول عن موضوع معين يقول والله أعلم هذا ما أعلم والله أعلم آخرون يقولون وهم اللا أدريون لا أدري لا أعلم أما عندما تأتي إلى المسيح أو كتاب المقدس لا تجد فيه لا أعلم ولا تجد فيه الله أعلم لكن تجد فيه كلام المسيح الحق الحق أقول لكم خمسة وعشرين مرة في إنجيل يحنى ترد هذه العبارة الحق الحق أقول لكم ثم عندما تقرأ في رسائل العهد الجديد تتكرر مرارا مرارا كثيرا مثلا رسالة يحنى الرسول الأولى ترد خمسة وثلاثين مرة كلمة نعلم ومترادفاتها هذا هو الحق إنه ليس تخمينات لا ولا واحد من الفلسفة قال إني ما أقول لكم هو الحقيقة عينها على سبيل المثال من أحدث الفلسفة المعاصرين ولكنه توفى منذ سنوات الرجل الفرنسي المشهور جون بول سارتر سألوا في آخر عمره ما هي الحياة؟ فقال الحياة هي فقاعة فارغة تتهادى على بحر من اللاشيء لم يقدم شيء لكن المسيح يعلن أنا الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر